أيها الشعب العراقي الحبيب كما عهدتموني فإنني لم ولن أرضى بإراقة الدماء ولن أبتدأ بذلك إطلاقا وإن أقدموا على ذلك فالإصلاح لا يأتي إلا بالتبحية كما ضحى الإمام الحسين سلام الله عليه بدمه في ثورة الطف الأبية وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح وإنقاذ الشعب والوطن أيها الشعب العراقي الحبيب إن كنتم تريدون الإصلاح والتغيير فإنني بانتظاركم وإن رضيتم بواقعكم مهما كانت صفاته ومساوعه فهذا أمر راجع إليكم ترجمة نانسي قنقر